موسيقى نشط تسعب رششة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين غرفة عمرية باري تؤكد حدوث مناوشة بين قواتها ومجموعة مسلحة دون وقوع أي صابات ووفد التبوء المفاوض يقول إن هناك تيارات من الطرفين تحاول إفشال اتفاق المصالح طيرات استطلاع مجهولة الهوية تحلق منذ أيام فوق محوري الهوار ومعسكة 17 من فبراير وطيران حفتر يقصف محوري الهوارشة دون أي أضرار غداً ينتلاق فعاليات الاجتماع الوزرية السابع لدول الجوار الليبي الجزائر تدعو إلى التعجيل بتشكيل حكومة الوحدة وتونس تشدد على ضرورة إيجاد حل ليبي الليبي للأسمح جرت منوشات عسكرية في أوباري بين مجموعة محسوبة على التبو وغرفة عمرية أوباري فجأ اليوم دون وقوع أي إصابة في القوات التابعة للغرفة وقال المتحدث باسم غرفة عمرية أوباري التابعة لرئاسة أركان المطمر الوطني العام مجد بوهنة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن إحدى المجموعات حاولت أمس التسلل عبر المحور الشرقي لأوباري والمعروف بمحور الزاوية إلا أن قوات غرفة عمرية أوباري أجبرتها على التراجع ونفى بوهنة ما تم تداوله بأن المدينة شهدت اشتباكات في أكثر من محور مشيراً إلى أنها شهدت صباح اليوم هدوءاً مع سماع أصوات إطلاق نار متقطع هدوء حذر شهدته مدينة أوباري بعد يوم من المناوشات ببعض محاور المدينة التي رحب أهلها باتفاق المصالح الموقع بين التاب والتوارق وفي محاولة لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض أشار عضو الوفد المفاوض عن التاب محمد صندو إلى أنهم ينتظرون التحاق كافة أضاء وفدي التفاوض من التاب والتوارق والتجمع بمدينة سبهة ومن ثم الانطلاق نحو أوباري موذحاً أنه بمجرد وصول الوفدين سيتم إطلاق حوار مع جميع أطراف النزاع والقوى الفاعلة داخل المدينة لتوضيح بنود الاتفاق الوفدين الذين قاموا بالتفاوض في جوحة ما زالوا في طريقهم إلى أوباري وبعد الوصول إلى أوباري ومجتمعاً مع القادة الميدانيين الذين لديهم القوة على الأرض يتطبح الأمور أكثر وأكثر ولكن أعتقد أن المرة هذه كلنا جادون توجهن أكده عضو الوفد المفاوض عن التوارق مصطفى حمادي الذي أفاد بأنهم سينطلقون إلى أوباري قريباً بعد أن يجتمعوا في مدينة سبهة لشرح بنود الاتفاق لمختلف الأطراف المتنازعة في غضون ذلك نوها مدير مكتب الإعلام بالقوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب محمد قليوان أن المناوشات التي جاهدتها المدينة بين عناصر غرفة عمليات أوباري وإحدى المجموعة المسلحة تاتي في إطار محاولات البعض لإفشال اتفاق المصالح بين التب والتوارق وهو ما جاء أيضاً على لسان عضو الوفد المفاوض عن التب الذي أكد أن هناك تيارات من الطرفين تحاول إفشال الاتفاق تطورات أمنية تاتي في وقت تشهد فيه أوباري أوضاع إنسانية نوصفت بالمتردية في ذل نقص المواد الطبية وارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الأساسية إلى الكفرة حيث أكد مدير جهاز الإسعاف إبراهيم بالأحسن أن عدد من نقلهم جهاز الإسعاف خارج المدينة منذ بداية العام الحالي وصل إلى أكثر من ألف حالة وأوضح بالأحسن أن الجهاز نقل 108 جثث من جميع الأحياء إلى المستشفى العام للمدينة إضافة إلى أكثر من 242 جريحا من جميع الأحياء المدينة إلى مطار الكفرة وأشار أبالأحسن إلى أن عدد المرضى الذين نقلهم الجهاز إلى خارج المدينة وصل إلى 63 حالة فيما أجلى الجهاز 148 شخصا من مناطق الاشتباك إلى مناطق أكثر أمنا حسب قوله كشف مصدر من مجلس شرى ثوار بنغازي عن وجود طائرات استطلاع مجهولة الهوية تحلق على ارتفاعات عالية منذ أيام فوق محورايا الهواري ومعسكر السابع عشر من فبراير وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الطائرات تمكث لساعات فوق هذه المحاور مشيرا إلى أنها تختلف عن الطائرات التي يمتلكها سلاح الجوية التابع لقوات حفتر وأفض المصدر نفسه بأن الطائران التابع لقوات الكرامة قصف اليوم محور القوارشة دون أن يسفر عن أي أضرار بشرية حسب قوله من جهته قال الناطق باسم سلاح الجو التابع لقوات الكرامة ناصر الحاسي أن قواتهم تعمل على الكشف عن أماكن إطلاق القذائف الصاروخية التي أودت بحياة المدنيين في منطقتين السلماني وأرض زواوة وأوضح الحاسي في تسجيل مصور له أن عملية الحتف التي أطلقها خليفة حفتر ما تزال مستمرة في محاور القتال ببنغازي مشيرا إلى أنهم ينفذون المرحلة الثانية منها وأضاف الناطق باسم سلاح الجو التابع لقوات الكرامة أن قواتهم أنجزت الكثير في محور سيد فرج ببنغازي منوها إلى أنهم نفذوا عدة طلعات جوية بالمنطقة وفق تعبيره حذر الناطق باسم القوات الخاصة ميلودا الزوايما وصفها بالمجموعات المسلحة التي تقوم بعمرية قبض ومداهمة ببنغازي من مخالفة القانون كاشفا عن وجود عدة عمريات اقتحام للمنازل خارج إطار الشرعية حسب قوله وأوضح زوي في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار أن إجراءات القبض لا تكون إلا بإذن مسبق من آمر القوات الخاصة أو النيابة العسكرية أو النيابة المدنية مشيرا لأن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات العسكرية قال رئيس المجلس المحلي سرطة عبدالفتاح سوي إن ما يعرف بتنظيم الدولة يستعد لتخريج دفعة من المقاتلين بعد تلقيهم دورات تدريبية عن العمريات الانغماسية والتفخيخات والرماية حسب تعبيره وأوضح زوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هؤلاء المقاتلين من فئات عمرية مختلفة من بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة وأشار إلا أن ما يعرف بديوان الحسبة التابع للتنظيم والذي يحل محل الشرطة في سرط يقوم بترتيب عمريات الاستتابة وأضاف رئيس المجلس المحلي سرطة أن الوضع الإنساني داخل المدينة مترد نظرا لاستمرار قطع الاتصالات ونقص السيولة في المصارب وإغلاق عدد آخر منها وشح المواد الغذائية والوقود قال المسؤول المكتب الإعلامي بمجلس الشورى مجاهدي درنا وضوحيها محمد المنصوري أن اشتباكات خفيفة جرت بمحوري السحل وحجاج الفتايح اليوم وأوضح المنصوري أن باقي محاور المدينة تشهد هدوءا كاملا مضيفا أن طفلا وصيب برصاص إطلاقات عشوائية بمنطقة باب طبرق يوم أمس وحالته مستقرة يشار لأن طفلا كان قد قضى أمس الأول بالمدينة وذلك جراء قصف عشوائي من قبل قوات ما يعرف بتنظيم الدولة في درنا أيضا قال مركز الشرطة درنا أنه ستتم محاسبة كل من يستعمل سلاحا في أي مشاجرة بالمدينة كما سيقع مصادرة أسلحتهم فضلا عن محاسبة أولياء أمور الأطفال الذين يقودون السيارات دون السن القانونية وأوضح المركز على صفحة رسمية أن أي شخص يشتري شقة أو مقر دون إجراءات رسمية سيتعرض للمساءلة القانونية هذا وحذر مركز الشرطة درنا من عمريات بيع أو شراء الشقق الكائنة بعمارة الأوقاف باعتبارها تابعة لمكتب الأوقاف في المدينة قال مصدر من المكتب العالمي لغرفة العمريات المشتركة مصرطة أن أفراد القوة المكلفة تأمين بوابة النعيمة أحبطوا محاولة إلقاء قنبلة يذوية على البوابة وأوضح المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القوة المكلفة أصابت المهاجمة بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار معه نافيا يكون هذا الشخص من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وأضاف المصدر من المكتب العالمي لغرفة العمريات المشتركة مصرطة أن المتهمة نقل إلى أحدى مستشفيات مدينة الخمس وسيعرض بعد تماثله للشفاء إلى الجهات القضائية صرح وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبدالجادرم سهل وكالة الأنباء الجزائرية أن بلاده ستحتضن غدا الثلاثان الجماعة الوزرية العادية السابعة لبلدان جوار ليبيا والذي ستشارك فيه إضافة إلى ليبيا جميع بلدان الجوار والمبعوث الأممي مارتين كوبلر والجامعة العربية والاتحادان الإفريقي والأوروبي للاطلاع أكثر على الوضع في ليبيا وجدد مسهل دعم الجزائر المسار الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية كفيرة بضمان التسيير الجيد للمرحلة الانتقالية ورفع مختلف التحديات التي تواجهها ليبيا خاصة الإرهاب حسب قوله شدد مجلس النواب التونسي على ضرورة أن تطلع تونس بدور محوري في حل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء في ليبيا وقال وزير خارجية التونسية طيب البكوش في جلسة استماع بمجلس النواب أن الدبلوماسية التونسية نشطة فيما يتعلق بالملف الليبي موضحا أنه وجه دعوة إلى مصر والجزائر لتنصيق المواقف بشأن ليبيا وتنظيم لقاء آخر مع دول الجوار الليبي وأكد البكوش أسعي بلاده إلى تقديم المساعدة إلى ليبيا من أجل إيجاد حل الليبي الليبي بالتعاون مع دول الجوار والأمم المتحدة مشيرا إلى أن عدم التواصل إلى حل سلمي يمثل عائقا أمام الجارية التونسية بليبيا أشار وزير خارجية القطري خالد بن محمد العطية خلال لقاء مع نظره لطريب باولو جنتلوني في الدوحة إلى تطابق وجهات النظر فيما يخص الملف الليبي مؤكدا دعمه للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر وأكد جنتلوني مشاركة إيطاليا وقطر في قمة فيينة المقبلة لمحاولة إيجاد حلول لأزمتي سوريا وليبيا وذرء المخاطر التي قد تلحق بالمنطقة على حد تعبيره وشدد وزير الخارجية الإيطالي على ضرورة أن تظل ليبيا موحدة لأن تقسيمها ليس في مصلحتها أو مصلحة دول الجوار قائلا إن الليبيين وحدهم يستطيعون حل مشاكلهم وعلى المجتمع الدولي مساعدتهم قام المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر منذ توليه منصبه بعدد من الجولات في إطار مساعيه الرامية لإيجاد حل للأزمة وإقناع الأطراف الليبية والدولية بضرورة التوقيع على الاتفاق السياسي التقرير لا يرصد المحطات التي زارها كوبلر منذ توليه منصبه على رأس البعثة الأممية إلى ليبيا جولات مكوكية يقوم بها المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر بهدف حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد الدبلوماسي الألماني استهل مهامه في ليبيا بالتوجه إلى مقر مجلس النواة في طبرق قبل أن يتوجه إلى طرابلوس للقاء بأعضاء من المؤتمر الوطني العام لقاءات وصفها كوبلر بالمثمرة دعيا جميع الأطراف إلى تأييد للاتفاق السياسي إيطاليا كانت محطة كوبلر الخالجية الأولى والتي التقى خلالها بوزير خارجيتها باولو جنتلوني من أجل بناء زخم دولي لمهمته الجديدة زخم يبدو أنه لم يتوقف عند إيطاليا حيث توجه كوبلر بعد ذلك في جولة عربية شملت كلا من قطر والإمارات العربية المتحدة وبحث خلالهما الأزمة في ليبيا وسبل حلها كوبلر شد الرحالة بعد ذلك نحو فرنسا حيث التقى وزير خارجيتها لوران فابيوس الذي أعرب عن دعم بلاده لعملية الانتقال السياسي في ليبيا مصر بدورها كانت على جدول أعمال كوبلر حيث التقى بالقاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري واستعرض معه الاتصالات التي أجرها مع الفرقاء الليبيين ورؤيته الرامية إلى الخروج من الأزمة وتقريب وجهات النظر آخر تحركات كوبلر كانت خلال لقاء جماعه الأحد بأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي قال فيه المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا إنه من المهم أن يمضي جميع المسؤولين في اتجاه التوقيع على الاتفاق من أجل بناء مؤسسات الدولة بدعم من المجتمع الدولي جولات اعتبر مراقبنا أنها تعكس إصرار كوبلر على إيجاد حل للأزمة في ليبيا بدل إدارتها كما كان يفعل سلفه كما تأتي في وقت ينتظر فيه الشارع الليبي بصيص أمل قد ينهي أزمة سياسية وأمنية واقتصادية أرهقت المواطنة ومؤسسات الدولة على حد سواء وقال النشط السياسي محمد دافواد في نشرة سابقة إن هم دور يمكن لدول الجوار القيام به لدعم الحل السياسي هو كف أيديهم عن التدخل في الشأن الليبي معتبرا أن اجتماع دول الجوار بالجزائر غدا لن يأتي بالكثير هناك وضع الكثير من هذا المؤتمر ونحن نسير في نفس الحلقة المفرقة هناك غفات كبيرة بين جانبين الجانب الجزائر من جهة ومن يمثلهم وبين الرؤية المصرية للحل في ليبيا وجهات النظر ضعيدة تماما حاولت تستير من الدولة تقريب وجهات النظر هذه بين الدولتين ولكن يبدو أن إلى الآن الفشل في تقريب هذه الوجهات ومثلت كل دولة متمسكة في مواقع نشطنا متواصلة وفيها بعض الفاصل وفد ليبيو شارك في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخة بباريسا بهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بسبب الانبعاثة الغزية غرفة عمريات باري تؤكد حدوث مناوشات بين قواتها ومجموعة مسلحة دون وقوع أي إصابات ووفد التبوى المفاوض يقول أن هناك تيارات من الطرفين تحاول إفشال اتفاق المصالح طائرات استطلاع مجهولة الهوية تحلق مذ أيام فوق محوري الهواري ومعسكر السابع عشر من فبراير وطيران حفتر يقصف محور القواتش دون أي أضرار قادم انطلاق فعاليات الاجتماع الوزري السابع لدول الجوار الليبي الجزائر تدعو إلى التعجيل بتشكيل حكومة الوحدة وتونس تشدد على ضرورة إيجاد حل الليبي الليبي للأزمة بحث رئيس حكومة الانقاذ الوطني خليفة لغويلة الاثنين مع وفد اقتصادي تشيكي آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في عدة مجالات جذلك خلال زيارة قام بها وفد اقتصادي من دولة تشيك مكون من مجموعة شركات اقتصادية وصناعية وبحث الوفد مع حكومة الانقاذ التعاون خاصة في مجالات الصحة الغاز والنفط وقد تم هذا اللقاء بحضور مستشار رئيس الحكومة للتخطيط والمالية قال الناطق باسم مستشفى الهواري العام ببلغازي هاني العريبي ان وزير الصحة بحكومة الازمة رضا العوكل ناقش مع نظيره التونسي سعيد العيدي مسألة علاج جرح الحرب بالمستشفيات التونسية واشار العريبي لانه تم الاتفاق على نقل بعض الحالات المرضية التي تعاني من الموت الدماغي من اوروبا وامريكا الى تونس للعناية بهم في المصحات التونسية وتسهيل المهمة على ذويهم لزيارتهم واضف الناطق باسم مستشفى الهواري العام انه تمت مناقشة الديون المتراكمة من قبل رجان الجرح على السفارة الليبية لصالح المصحات والمستشفيات والمراكز الطبية التونسية الذين تكفلوا بعلاج النازحين والجرح والمرضى المدنيين الليبيين حذر جهاز الامداد الطبي بوزارة الصحة التابعة لحكومة الازمة من وقوع كارثة انسانية تهدد المستشفيات والمرافق الصحية في حال استمرار عزه عن توفير الادوية والمستلزمات الطبية المطلوبة وقال رئيس مجلس إدارة جهاز الامداد الطبي فتح الله شعيب ان مشكلة النقص في الادوية والمستلزمات الطبية ستظل قائمة ما لم يتوفر كامل الميزانية المرصودة لهم مخليا مسؤولية الجهاز عن هذا الخلل الذي تسبب في معاناة كافة المرافق الطبية والمستشفيات حسب قوله نفى مدير مكتب الإعلام بمصف ليبيا المركزي عصام العول ما تم تداوله على بعض المواقع الاجتماعية من أن المركزي سيزدر قريبا بطاقات إلكترونية للمواطنين وقال العول لقناة ليبيا لكل الأحرار ان اصدار البطاقات الإلكترونية ليس من اختصاص البنك المركزي وأن أعمال البنك تقتصر على ربط البطاقة الإلكترونية بالرقم الوطني وبعض الإجراءات الأخرى بالتنصيق مع بقية المصارف التجارية التي تتولى بدورها إصدار البطاقات الإلكترونية فيما بعد أكد مدير عام مطار ميتقة الدولية أبو بكر حبو حميدة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن السلطات السعودية منحت الإذن لثلاث شركات طيران الليبية بإقامة رحلاتها إلى السعودية لأداء مناسك العمرة ونشأت مصطحة الطيران المدنية السعودي تصريحا يأذن لشركة الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية وطيران غدا مص بإقامة رحلات للمعتمرين مباشرة من وإلى السعودية هذه السنة أكد الناطق باسم حكومة الأزمة حاتم العريبي لقناة ليبيا لكل الأحرار مشاركة وفد الليبي برئاسة مدير الهيئة العام للبيئة في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ بباريس الذي يشهد مشاركة نحو 150 من قادة العالم ويهدف الاتفاق الذي ستخرج به قمة باريس إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بمعدل درجتين مئويتين أو أقل فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وذلك عن طريق الحد من انبعاثات الكربون التي يعزى إليها التغير أو التغير المناخي يشار لأن العديد من العواصم شهدت خروج قرابة 600 ألف شخص في 2300 مظاهرة دفاعا عن المناخ وفق تقديرات علنتها منظمة أفاز غير الحكومية إحدى الجهات المنظمة لقمة باريس قدم عدد من نشاطاء مدينة الكفرة صباح اليوم الاثنين ندوة تحت عنوان مدينة الكفرة أسباب المشاكل والحلول وذلك بقاعة بيوت الشباب بصبراتا وقدم نشاطاء الكفرة خلال الندوة فيلما وثائقيا يوضح حقيقة الصراع القائم في المدينة وتدخل بعض الدول الأجنبية في دعم أحد أطراف الصراع كما قدم النشاطاء نبذة مختصرة عن الوضع الإنساني أو التي تعيشه مدينة الكفرة في ظل غياب الجهات الرسمية وعدم تدخل الجهات المختصة في ردع القوات المعتدية ودعا النشاطاء لضرورة توحيد الصف للوقوف ضد المكائد التي تحاكم من قبل دول مجاورة وإقليمية حسب قولهم انطلقت اليوم بالمعهد العالي للمهن الشامل بغاة التظاهرة الطلابية الثقافية الرياضية والتي تشمل العديد من المناشط الرياضية والمسابقات الثقافية ويشارك في المناشط طلبة من أقسام الحاسوب والهندسة المدنية والمحاسبة والهندسة الكهربائية وتنظم في إطارها منافسات بين هذه الأقسام في كرة القدم والكرة الطائرة والتنسة تنسى الطاولة إضافة إلى الشطرنجة وضمن فعاليات التظاهرة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام تنظم كذلك مبادرة لتكريم أوائل الطلبة بالمعهد منذ 2004 و2015 أكد عدد من طلبة جامعة طرابلس استطلعت كاميرا ليبيا لكل الأحرار أراءهم على التأثير الشديد للعوضاع السياسية والأمنية على سير الدراسة في الجماعة على مختلف المستويات أي مشكلة تصير سوى داخل الجامعة سوى بر جامعة حتى في مثلا مناطق مجاورة ومدى مجاورة كلها تأثر على المسيرة الدراسية متاع الطالب مرات أحيانا فيه ظروف تخلي تسبب اعتصامات في الجامعة وتوقف لقراية مرات تتأخر الدراسة مرات يتأجلوا الامتحانات يعني ارتفاع الأسعار والكتب والشيتات كلها متر عن نفسية الطالب في نفس الشيء عضاية التدريس يعني يجي يعطي في محاضرة وهذه كان نية يعني كان يعطي بها قبل القراية هذه تبي بال يعني مستريح وتبي تفكير يعني موجه للقراية بس يعني الإنسان لما يبدأ يفكر في وضع البلاد ويفكر في المشاكل اللي تصير يعني حتى يهمل دراستها فيه من طلبة كانوا متميزين قعد يفكر في ظروف البلاد يشبع في الخرجين ما خدموش يشبع في الوضاع اللي صايرة يقولك حتى لو تخرجت أنا وقريت شم بندير يعني إلى عنوين النشرة غرفة عملية باري تؤكد حدوث مناوشة بين قواتها ومجموعة مسلحة دون وقوع أي إصابات ووفد التبوى المفاوض يقول إن هناك طيارات من الطرفين تحاول إفشال اتفاق المصالحة طائرة الاستطلاع المجهولة الهوية تحلق منذ أيام فوق محوري الهواري ومعسكر السبع عشر من فبراير وطيران حفتر يقصف محور الجوارشة دون أي أضرار غدا انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري السابع لدول الجوار الليبي الجزائر تدعو إلى التعجير بتشكيل حكومة الوحدة وتونس تشدد على ضرورة إيجاد حل الليبي الليبي للأسمع كتابة نشرها في أمان الله اشتركوا في القناة